خيم الفقر والمرض على عائلة أبي أحمد التي تقطن في دار مستأجرة في مدينة الرمادي بعد إن دمرت آلة الحرب منزلهم تعاني هذه الأسرة من مرض الأم المصابة بالسرطان ويتطلب عمليات وجرعات دورية تكلفهم أموال كثيرة يعجزون عن توفيرها أنا المعين الوحيد للعائلتي فكلهم مرضي وتعبتي هواية هواية تعبت من قد التعب صابتني أول مرة جلطة ثاني مرة ظهري حيل من قد التعب وأضغط على نفسي في سبيل أوفر لهم العلاج إن شاء الله المحافظ يشوفنا وهو أبو النخوة وهو أبو الغيرة إن شاء الله يساعدنا وساعدني على مود ولدي أنا أسبالي أشغلتي كبران من تهي أشغلتي بس أنا أريد زوجتي والأولادي يدحق عليهم ويدحق علينا بالصاب وإحنا هم مولدة لم تكن الأم وحدها من أصابها المرض بل بدأ ينخر في جسد ابنيها الاثنين المصابين بمراض وراثي يتسبب في نزف الدم المستمري بعد إن رافقهم منذ الولادة مؤكدة إن أطفالها بحاجة إلى تلقي إبرة شهرية تكلف نحو سبعمائة دولار لكن ضعف الإمكانية المادية يعيقهم في الحصول عليها عندي مرض من الطفولة يعني صار عنده نزف بالدم فأنزف نزف داخلي ونزف خارجي فمن سوية عملية زائدة فزاد النزف عندي واكتشفوا إن هذا المرض صارها طفرة جينية وباللشة تأخذ كرايو ووراها بلازمة وأخي شي صفيتها على الأبرة يعني هذه الأبرة شوية غالية سعرها سبع ورقات ويجيبها بالدكتور من تركيا فأني يعني أبوي هو سايق ستوتة وإحنا قاعدين يجار وشوية العيشة صعبة المصائب لا تأتي فرادة على هذه الآيلة فبعد إن كان الأبو يعيل عائلته من خلال عمله سائق ستوتة هو الآخر ترك العمل بسبب مرض في فقراته لتبقى هذه الأسرة تعيش على المساعدات الإنسانية من أصحاب الضمائر وتبقى هذه العائلة بانتظار من يلتفت إليهم ويوفر العلاج وتخليصهم من مأساتهم بسبب المرض الذي رافقهم لسنوات عديدة فهل من مجيب ينتش لهم من معاناتهم؟ من الأنبار إدريس يحيى قناة الفلوجة